وحقق فريق أبوظبي للزوارق سريع لقب بطولة العالم لزوارق الفورميلا 2 للمرة الخامسة بعد فوز راشد القمزي قاءت زورق أبوظبي واحد بالمركز الأول في السباق الرئيس للجولة الختامية التي أقيمت على مياه نهر دورو في البرتغال وأقدم راشد القمزي ملحمة بطولة رائعة خلال السباق الرئيس على الرغم من انطلاقه من المركز الثاني حيث تصدر على مدار ثلاثين وأربعين دورة مسجلا زمنا بلغ ثمان وثلاثين دقيقة وثمان عشرة ثانية يرفع رصيده إلى أحدى وثمانين نقطة وأنالا لتواني إدرقاس ريابكو المركز الثاني بسبع وستين نقطة في محل منصور المنصور قاءت زورق أبوظبي ستة وثلاثين ثالثا بأحدى وخمسين نقطة